عايزة مني أكبر تسويق لمشروعات الدولة المصرية هو ما يحدث بأرض الواقع للناس شايفة بعناها يعني شايفة بعناها في كل حكام المشروعات وده التسويق العظيم الإعلام بيه لعب دول مهم جدا بس التسويق تسويق مشروعات حقيقية الزمان كلنا بنقول كلام جرايا والناس ما كانتش مسدقة تلوقتي الناس تجاوزت نازل رفض الأمر التالي إن قوة الدولة بتنعكس على نظرة الناس ديها في الدول بالأخرى الصورة كويسة والناس شايفاها لكن زي ما قلت سيادتك طيب مصر إلى أين؟ لذلك نحن جديد في جهد الخريطة تبقى واضحة قدام الناس في الخمس ست ستين الجايات الزراعة أنا من الجيل اللي شاهد الإصدارات اللي كانوا بتطلحها هي تقل شاهد القومي من خمسينات والستينات أنا شفت ده أنا شفت ده كان في جهد منظم جدا جدا الدولة بتعمله بتطلع كتيبات بكل ما آآ إنجازاتها أو تخطيطها اللي كانت عاملها أنا عايز أقول إيه؟ طيب هل إحنا عاملين ده؟ أنا بقول له سواء على مواقع مالنسي الوزر أو مواقع المزارات أو مواقع المواقع الرئاسي مش كده محصل هتجل كل ما نتكلم فيه موجود تطع تعليم تلاقيه بدقة تكلفته الخططه آآ المنشئات الأحاجات اللي تم إنجازها حتى الأفلام لبعض الحالات اللي احنا افتتح لها الموقع الرئاسي موقع مجلس الموظم الموقع بتاع الوزارات لو دخلت على موقع وزارة النقر هتجد كل مشاريع وزارة النقر بأفلامها اللي اتفتحها واللي هاي شغالين فيه ده آآ توفيق لكن عايز أقول بيانات الدولة متاحة متاحة ليه؟ لأنها يعني ده التطور بقى إن إحنا عندنا موقع بيقول إحنا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ بكل صغيرة ومديرة ده اللي أنا بتكلم عليه اللي خلص اللي افتتح مش اللي إحنا فقط بنخطط فيه أو وخططناه وبالنفيزه دلوقتي طبحتنا حين على فين؟ لما رأت الكلمة في أولتك يا جمعة شوفوا الصورة متكلمة وعرضوها يقول لك طب بالنسبة للقطاع التعليم في كذا وكان عندنا كذا ومفاتحتها كذا وحنا فتتح كذا أنا بتكلم في عشرات الجامعات آآ سبتمبر تاني عشرات مش جامعة ولا تنين ولا تلاتة ومعمولة كبها بمعايير آآ محترمة عشان توفر ايه؟ عشان اقدر اقول ان السبعونة 800 الف اللي بيخشوا في التعليم كل سنة حسن لهم للمستوى بتاعهم ممكن حد من يوجد قاعدين اللي يعني يعني سبعونة 800 الف دول مش ممكن كلهم للمستوى تعليم بتاعهم كميز جدا اقول لك زالي في دولة سبب المعاد في دولة تقدر تعمل ده ودولة تنين تعمل ربط بيك كده ودولة ما تقدرش وأنا في الترشع وتلكم التحادات اللي في البلد ظهرة جدا جدا لكن مع بعضنا نعملها بدليل احنا موينين في ده هو في حد يعمل ده ما اللي عملوا مين ده شركات مصرية بأموال مصرية نحن نسا مطرحناش حاجة لحد يعني ما قلناش ايه ان دي شركة يعني مستثمرة جاية تعمل المشروع في مصر اسمه القطر السريع فتقول تقولوا بنفتتح حاجة لا ده احنا عملناه وبنعرضه دلوقتي نقول ده اللي عايزين تخشوا في استثمار اهو المشروع ده جاهز زي ما ده شاكينا خططة هي شكل اهو دخل اهو وانت وزي كنت عايزين تخشوا تستثماروا فيه ده احنا مستعدين نرجع تاني عشان ما اطميمكم احنا فين لا والله وعشان كده اقولت كلمة السد وهدو خطوز كلامك عمي بعضه قاعدة هلما نكمل شهر كده قلت ايه اخشى مش قلت كده قلت اخشى ان الناس ما تحسش بنعمة ربنا ويتيجي حتفضلوا عليها في انه حافظ عليها وغير لها حياته مش بيع ده ربنا ولازم دايما في كل وقت وفي كل اوان انا بس اللي قدر اعرف ربنا ساعدنا ساعدنا قد ايه طب انتم بتعرفوش ليه مش عشان من حاجة انك مني اللي شايف القضية وعارف تحدياتها وعارف الامكانات المتاحة قد ايه فببص كده ولايه ان ربنا سبحانه وتعالى ايده ايده معانا اما ليه ووقع تشوف لا والله احنا في معم دليل شكرا لزيف